في مشهد يليق بدولة تتخبط بين أزمات متعددة يقف عرش المغرب متهاوياً ترتجف أركانه تحت ثقل حكم هش يديره ملك منهك من أمراض عديدة فيما يتسلل النفوذ الحقيقي خلف أسوار القصر متأرجحاً بين أطماع الحاشية وأهواء النفذين المغرب أفحى مرتعاً لأموال مشبوهة وشبكات إجرامية يسخرها المخزن لأغراض توسعية في تناغم مع أجندات خفية تغذيها شبكات المخدرات والخدمة لمصالح صهيونية خطيرة مع تزايد الغياب الفعلي للملك تكشف تقارير صحفة العالمية والدراسات الدولية عن تطاحن خلف كواليس الحكم بين نافذين في السلطة وأجهزة الأمن حول خلافة العرش إذ يكشف هذا السراع عن وجه تحركه ظلال مقربين ومستشارين من داخل القصر ممن يوفرون الحماية لشبكات تهريب المخدرات والجريمة ويستثمرون عائداتها لتعزيز الطموحات توسعية للنظام وزعزعة استقرار الدول المجاورة كلما وجهت أصابع الاتهام إلى المغرب كأحد المحاور الدولية في تجارة المخدرات وغسيل الأموال تسارع السلطات الأمنية والقضائية المغربية إلى القيام بحملات اعتقال شكلية للتسطر على المتورطين الحقيقيين من داخل القصر ويبرز هنا دور النائب الملكي فؤاد علي الهمة الذي يؤدي دور الظل الدائم للملك محاطا بملفات إجرامية تتضمن فسادا عميقا وعلاقات مريبة مع شبكات دولية وهو ما كشفت عنه صحف إسبانية ويزداد تغلغل النفوذ الفاسد ليشمل أجهزة الأمن والاستخبارات كبار المسؤولين يتمتعون بسلطات مطلقة تحميهم من المساءلات وتبلغ المفارقة أوجها عندما يتم دمج عملاء الصهاين ليقدم خبراتهم للسلطات المغربية في تغطية شبكات المخدرات والتهريب الدولية النفوذ الصهيوني نجح في التغلغلي في مفاصل صناعة القرار بالمغرب حتى أصبحت الدمى المخزنية تنشر الرذيلة والمخدرات بين أوساط الشعب بهدف تغييب وعيه وتوجيه البلاد نحو مستقبل مظلم مجهول العواقب يتحكم فيه القصر بقبضة مشوبة بشبكات الفساد والطموحات العابثة